برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد رئيس المركز الأردني لبحوث التعايش الديني عبر صفحة فضيات نورسات فيسبوك استضاف هذا الأسبوع النائب السابق في البرلمان الأستاذ نبيل غيشان الذي تحدث في هذه الحلقة عن واجب العضو تحت القبة ودوره في الدفاع عن قضايا الوطن في شتى المجالات ووقوف النائب كذلك إلى جانب المواطني وحمايته خاصة في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة فإلى هناك أبونا أنا قلت لك أنه أنا دخلت عشر سنوات تحت القبة كنت صحفي أنا بأعتقد أنه كصحفي كنت أصل إلى كل ما أريد يعني كانت العملية بالمناسبة كانت العملية أنا بحكي عن 1993 للألف وثلاثة في ذلك الوقت كان مجلس النواب مختلف عن الآن العملية السياسية كانت مختلفة العملية السياسية قاعدة بتتراجع للأسف في منطقتنا العربية بشكل عام وانت بتشوف الآن النزق والطريقة والأسلوب ويلا على الشارع يعني أصبحت الناس مختلفة تماما لكن أنا كنت أعرف دهاليز مجلس النواب كلها يعني حتى اللي دخل بالثلاثة وتسعين نواب دخلوا بالثلاثة وتسعين فيما منهم ما زالوا نواب حتى هذه اللحظة أنا بأعتقد هذا وضع غير صحي ولا سيما إذا كان هذا النائب لا يقدم لا يلبي مصالح جمهوره أنا لا أعترف بمقولة الصوت أمانة الأمانة عند رب العالمين أنت ما إلك أمانة عندي إلك مصلحة صوتك لدي مصلحة مصلحتك أن تدفع بالشخص الذي يحمل مصالحك ويحمي مصالحك ويدافع عنها وبالتالي يدافع عن مصالح الأردن ومصالح البلد المواطن الذي ينتخب نائب وهذا النائب يجلس تحت القبة ولا يقوم بدوره ولا يدافع عن مصالحه لما بتيجي أنا لا أفهم أنه عندما يأتي قانون برفع الضرائب على المواطن الأردني أن الأغلبية تصوت معه الأصل أن لا نصوت معه وكنت لا أصوت معه أنا بأعتقد أنه النيابة في المنطقة العربية وجاهة ويجب أن تتوقف بهذه الطريقة ويجب أن تكون قضية سياسية قضية مطلبية قضية الناس أن تحمل هموم الناس أن تحمل هموم الوطن أن تدافع عن فقراء الناس عن المهمشين هؤلاء الناس بحاجة اليوم أنت لما بتحكي في بلد زي الأردن يعني خلينا نقول الدخول دخل المواطن 500 دينار أردني 600 دينار أردني هذا يعني واحد عنده في بلادنا عنده خمسة أطفال وسبع أطفال وثمان أطفال شو بده يلحق عليهم نعم اليوم الفقر والبطالة والجوع تطحن المواطن في كل البلدان العربية ولا يعني في في كل المنطقة العربية يعني في مشاكل كبيرة في هذه القضية نعم لذلك المطلوب من النائب أن يحمل هموم شعبه وأن يدافع عنهم ليس بالضرورة أن يكون معارضا وليس أن يكون صراخا أو شتاما المطلوب أن تقف مع الحقيقة وتقف مع الناس في ذلك لكن للأسف في ناس بخضوها مجاولة يعني بيدخل وبيحاول أنه ما يطلع إلى أبد الآبدين لا هذا تأبيدي مبزو شكرا شكرا